ما بيشوفش النعمة في وسط يوم وكثير ما بيركز في التفاصيل الحلوة اللي بتمر عليه لأنه عايز يخلص من اليوم ما بيسعدش لو كان أب حتى لو كان أب مش حاسس إن اليوم حلو ويعد اليوم بعد اليوم ويكبروا الولاد يكبروا الولاد من غير أي حاجة حلو وإيه اللي حصل؟ ويعجز الأباء والأمهات من غير طعم من غير طعم الولاد صدقوني إحنا اللي بنفقد نفسنا طعم الولاد زي ما الأبناء بيفقدوا طعم الدفء والنعمة لأنهم ما بيعيشوش اليوم مع الأباء بيزق اليوم وخلاص وذلك مهم جدا جدا إن إحنا نعود نفسنا كل صبح نسمع صوت اليوم وهو بينادي علينا ما كانش الكلام اللي ورد في الأثر كلامه بس ده كلام عشان ينبهنا نعمل إيه؟ نسمع اليوم وهو بيقول ما من يوم يأتي إلا وينادي ونادي أنا يوم جديد أن يوم بينادي عليك على عملك يا شهيد فاختنمني فلازم نختنم الحاجة التانية بقى اللي بتشوش علينا الحضور الغرق في دوامات القلق من بكرة يا أنا عربياد وده في الغالب اللي بيخلي كتير من الأباء والأمهات بالذات مشغولين زهنين على أسرهم فالأب قاعد مهموم قاعد معاهم وهو مش معاهم إزاي عامل كذا وإزاي عاني عامل كذا وعن ندفع است كذا وعن نخلص من ده إزاي كذا والمطالبة دي وإست المدرسة وإست الشقة يعني بسميها دوامة الإقصاط فمش قادر يركز في تفاصيل أسردته وحوادتهم وبيسميها حواديد بيسميها راغي الحبس ولا أسمع كلامكم لا أسمع كلامهم أهم لكن أيها الأب أنت وأولدك لازم تعرفوا أن أنتم مكفيين من الله الله يكفيكم لما تزيح الخوف وتعيش النعمة مع أولادك وتتطمن وتحس بالكفاية ربنا يفتح الأبواب ثالث حاجة من المشوشات مقارنة الأولاء أفراد الأسرة بالصورة المثالية اللي أزلنا لما طول الوقت بتقارن أمنا وأبونا بالصورة اللي احنا عايزين نكونه أنا كنت عايز بابايا رجل مثقف بس هو رجل صحيح مش في نفس الدرجة اللي أنا عايزة من ثقافة بس هو طيب هو جميل قلبه حلو أنا عايزة أمي تبقى رائعة الجمال عشان أطلع شبهها بس هي مش كده فأستطغرها بس هي قلبها دي يساع ويدفي وقلبها مليان حنية فهم مش شايفين إحسان أبوهم وأموهم ولا حبهم ليهم وكذلك لما بنقارن أولادنا بالصورة المثالية اللي بنتمناها بتخليهم مش مركزين ولا حاضرين معانا لأنهم بيهربوا من السورة من المقارنة دي دايما ويبقوا مش عايزين يحضروا معانا لأنه هو في الحقيقة متشوشيش بأننا مش شايفينهم احنا شايفين الصورة اللي احنا عايزين فيهم ومش قادرين نشوف مساحات النور والجمال اللي في أولاد أنا أعرف ناس بيكتشفوا أولادهم بعدين لما بيتخرجوا رابع مشوش اليأس من عدم التفاهم وده بيحصل للأولاد كتير لما يحسوا أن أهليهم خلاص مش فاهمينهم فيحسوا أن في حجاب عارف كده زي الجدار العازل فيه جدار العاجزل بينهم بين أهليهم فبالتالي بيهربوا من الحضور معاهم ولو قاعدين معاهم أوه يعودوا بنص دماغ بنص قلب حتى لو هو حاسس أنهما مش فاهمينه بيحس بألم كتير أوي أوي بس أنا بقوله حتى لو أنت حاسس أنهما مش فاهمينك يكفي أن محدش بيحبك أدوهم فارتوي من الدهم ربنا جعلهم ليك عشان تحس بنعمة حب الله لك خمس مشوش الغماس بقى في الغماس بقى في إيه في لها حياة السوشيال ميديا اللهاية اللي هي البززة لها حياة السوشيال ميديا سواء الأهل أو الأبناء لذلك محتاجين نزيل التشوشات دي كلها الخمس تشوشات اللي احنا بنتكلم عنها ونرجع مرة تانية نكون حاضرين مع بعض لازم نرجع حاضرين وحاسين بوجودنا مع بعض طب نعمل إيه بقى احنا عندنا عندنا شوية مستويات للحضور محتاجين نتضرب عليها أول حاجة الوجود يجيب المادي الجسدي أننا نكون موجودين وبنشوف بعض باستمرار التاني حاجة الوجود مع الانتباه أننا أكون موجود ومنتبه مش معقول أكون موجود وكل عام في المبايل لا أكون قاه في المبايل وقاعد أو باعد المبايل عني يعني قاعد معاه وحاسس بمشاعره ومركز في تفاصيله زي ما حاضر النبي صلى الله عليه وسلم علمنا حاضر النبي كان بيركز في تفاصيل حبيبه لدرجة أن حاضر النبي صلى الله عليه وسلم عارف وحافظ صوت نعلي سيدنا بلال ماذا فعلت يا بلال فإني سمعت خشفة أنا عليك في الجنة يا بلال حدثني بأرجع عمل إن عملت عندك في الإسلام فإني سمعت الليلة خشفة أنا عليك بين يديا في الجنة تالت حاجة لازم عندنا تالت وجود عندنا بقى الوجود مع الانتباه والقصد يعني مش بس قاعد معاك ووجداني معاك وزهني حاضر كمان لأ كمان أنا قاصد إن أنا أغزي قلبك بحبي وإن أنت تحس إن أنا بحبي قاصد أقولك إن أنا جنبك وفي سندك وعارف إن دوات مهم جدا جدا بالنسبة لك عارفين إن حاضر النبي لما كان حد من أحبابه ينادي عليه كان حاضر النبي صلى الله عليه وسلم يقوله إيه ما يقولهش أيوة يقوله لبيك يا الله لبيك يعني إيه كل معاك كانوا بيقوله إنه كل معاك ودي واحدة من سنة إن حاضر النبي صلى الله عليه وسلم مع أحبابه ومع كل الناس إنه صلى الله عليه وسلم إذا تكلم مع أحد أقبل يعني لما يجي حد وراك إذا يحلفف لكله يقبل عليه بكليته تعالوا نعمل شهاية إجراءات بسيطة كده تغذي الحضور خصصوا ولو يوم واحد في الأسبوع إنه أنت تجمعوا على وجبة مع بعض تاني حاجة حاول إنك تخصص ولو عشر ديائق لكل حد من أولادك على حدة تتفقده وتشوف وتسمعه بتركيز وتسمعه بإقبال وتسمعه بتعاطف وتسمعه بتقمص وتحس بيه بكل مشاعره ولو كنت ابن حاول تخصص وقت تعق يعني وقت تخصصه لأبوك وأمك تعقض معهم وإنت مركز مركز فيهم بتفاصيلهم لأنهم محتاجينك جدا جدا مش أنت بس اللي محتاج لهم تالت حاجة أخرج مع أسرتك كل فترة ولو بس هتتمشوا سوا مش لازم تتعشوا ولا تتغدوا وتكونوا من شروط الخروجة إن مش بس قاعدين مع بعض لكن مش هنمسك تلفونات غير للضرورة آخر حاجة ممكن نعملها إن نحن طول الوقت نبعت رسائل حلوة لبعض رسائل واحد فينا يحس بحد بنعمة ربنا يقوله شكراً إن أنت في حياتي يقوله شكراً إن أنت يا حبيبي شكراً إن أنت عملتلي كده النهاردة أنا على فكرة مشتائل لأنا قابلك أرجوك إن أنا أول ما نشوفه النهاردة أول حاجة لما أرجع أنا حابب إن أنا نشوفه ويا ريت نتعانى ويا ريت نقرب ويا ريت وإحنا قاعدين جمي بعض نقرب ونبص في عينين بعض مش نبص في عينين السور اللي موجودة في الموبايل السور اللي موجودة في الموبايل صماء لكن عيون أحبابنا جميلة مليانة روح جوة ومن جنيانة وجدان ومليانة قلب مشتاء لكلمة حلوة ونظرة تطبطب ونظرة مليانة حنان يا رب جعلنا من دول وعننا دايماً من أهل الحضور في بيتنا ويا رب ما تغيب واحد فينا أبداً من بيته لا جسد ولا قلب يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين